حتى الشباب الصغيرين في السن يعني تلاقي واحد بس عنده 19-20 سنة ويقولك مش قادر ايه مش قادر ايه وصح ازاي؟ وايه اللي خلال الظاهرة دي منتشرة للدرجات الظاهرة دي منتشرة يمكن عشان حاجات كتير قوي يعني الاكل اللي مش صحي والشباب دلوقتي طويل والوقتي بيكلوا برة الام لها دور اساسي انها لا مش كل يوم اكل برة لازم تاكل خضار في البيت لازم تاكل صلطة في البيت الحاجات دي مهمة جدا للنشاط جدا عدم شرب بينسوا يشربوا مية المية مهمة المية أساس كل حياة للخلايا كلها طيب رجوعاً برضو للنقطة الأولانية طيب أنا بره بأكل أكل برضو يعني ممكن يكون نفس الأكل اللي بأكله في البيت ولا عشان طريقة التصنيع طريقة التصنيع وبعدين الأكل اللي بره الأحلى اللي بيبقى يعني صح أصلاً هياكل صلاطة بره ما فيه صلاطة وماما بتعملي صلاطة في البيت هياكل صوتين بره لا أنا هياكل بقى الأكل الدسم فكل الحاجات دي بتأثر جداً عن نشاط ومهم أن أي حد يعرف يصرع سرعة الأيد التمثيل الغذائي من غير تمثيل غذائي فعلاً كل مرة أقول مفيش حياة التمثيل الغذائي أن الأكل يتحول لطاقة دي عملية قوية جداً عملية الهضم محتاجة تمثيل غذائي يعني لما يكون فقد الطاقة ده معناها أوتوماتيك إن أنا عندي مشكلة في التخزية في التخزية طبعاً وسرعة الأيد وعدم النوم يعني ممكن مثلاً الشباب بيفضلوا الخمسة الصبح نايمين ويصحوا تسعة أنت كده ما خدش يوم ما خدش النوم الكفاية حتى قلبة اليوم دي غلق طبعاً قلبة اليوم لا لأن بالليل هو اللي بيحصل حاجة اسمها التوكسيفيكيشن أو تنظيف الجسم من السمو والكبد بينظف نفسه والخلايا المنعية بتنتج بالليل وده ما بيحصلش غير بالليل بس بالليل بس بالليل بس عشان ترى ربنا فعلاً خلق الليل بالظبط للنوم فلازم برضو ما يقلبوش اليوم ده والأكل لازم يصحوا منهم يفطروا يعني نفطر فطار صحي مش بقول بقى الفطار الخمسة نفطر فطار يعني البيت حلو الخاص حلو الحاجات دي كلها حلوة لو عايزين حاجة تدي طاقة وما تعليش نسبة السكر زيادة نشوات معقدة زي الشوفان الشوفان بيدي طاقة حلوة قوي قوي وما بيعليش نسبة السكر في الدب وبالمناسبة الشوفان فيه ناس بتاخده عشان تزود وزنها وفيه ناس بتاخده هو هو عشان تناقص وزنها مش فاهمها أنا الحكاية دي لا هو الشوفان يعني بيزود الوزن لو أنا أخدت منه كتير الكربوهايدرات المعقدة اللي بيزود الوزن دايريكت السكر المصنع يعني طبعا أنا بقول صلاة انت عندك الفلفل الألوان فيه نسبة سكريات بس طبعية يعني السكر المصنع الأبيض اللي بنشتريه دا بيضمها يعني في حالة الشوفان مش الرك بقى مش على الشوفان قدم الرك على طريق التصنيع طريق التصنيع أو الإضافات اللي أنا بحطها معنا بالضبط بالضبط والأكل الرئاسية تبقى الضهر مش هبقى اليوم كله برا وأجي بالليل أضرب الغدى بتاعي كتير جدا ونام دا الصبح هصحى تعبان جدا طيب يبقى احنا دلوقتي متفخين مبدئيا ان طالما عندنا مشكلة بالإحساس الدائم بالخمول والتعب ما دام ما عنديش مشاكل مرضية دعني لو افترضنا كده لأن حد يقول طب لا راجعوا دكتور كبد طبعا يعني أنا كل مرة أقول أن أنا بتكلم على الحاجات الكومن من غير مشاكل في الكبد أو القلب لأن الحاجات دي والرئة والحاجات دي كلها بتاعمل تعب وخمول تعب وخمول